موسيقى العراق الواقع تحت وطأة الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية تتجاذبه الأحزاب في الداخل وتتصارع عليه القوى في الخارج عنوان المرحلة فيه الصراع على الرئاسات الثلاث البرلمان ورئاسة الوزراء واختيار رئيس للجمهورية فعليا أسس المحاصصة لم تتغير والكباش بين الأحزاب والقوى السياسية هو ذاته في المشهد حسم اختيار رئيس مجلس النواب بانتخاب محمد الحلبوسي ربحت إيران وخسرت الولايات المتحدة الجولة وعين الأخيرة على برهم صالح رئيسا للجمهورية هكذا يقول المراقبون صالح الذي كان ممثلا للحكومة في واشنطن قد يكون اسما توفقيا مع الإيرانيين غدا تنتهي مهلة تقديم أوراق المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية والخلافات لا تزال عاصفة بالبيت الكردي وتحديدا بين الحزبين الكرديين الأكبرين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني فهل يصل صالح؟ في المتداول الولايات المتحدة تضغط على مسعود برزاني الرفض لصالح فهل يستجيب؟ في المقلب الآخر نحن أمام معضلة اختيار رئيس الوزراء التشضيات في هذا المشهد كثيرة وكبيرة كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن الاتفاق بين الصدر والعامري على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب على وقع تحفظات عبر عنها ائتلاف دولة القانون هل تراجعت حضوضه أم تمر ما تسمى بصفقة سائرون الفتح؟ ماذا في حسابات ائتلاف دولة القانون؟ في المجمل كيف ستكون المعادلة السياسية في العراق؟ هذا ما سنحاول فهمه عن دوره أيضا في الإقليم ودور الإقليم فيه عن علاقاته مع الجيران والأوضاع الأمنية ومعضلاته الاجتماعية سنناقش ذلك مع ضيفينا في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ يوسف الكلابي وهو عضو ائتلاف النصر في البرلمان العراقي والعالمي والسياسي العراقي الدكتور حسن سلمان فأهلا بكم في حوار الساعة ورحب بك مجددا دكتور حسن إذا ما أردنا أن نوصف المشهد السياسي الكردي دعنا نفتح ملف اختيار رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى إذا ما أردنا أن نوصف المشهد السياسي الكردي فيما يتعلق بمعضلة اختيار رئيس الجمهورية كيف يمكن أن نفهم ما يجري أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل المشاهدين الكرام ما فينا نتجاوز أي من رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في المشهد العراقي لو تسمحي لي في المقدمة أن أقول شيء بعد 2003 واحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وبعض الدول المعادلة كانت هي الفرض يعني فرض الرئاسات وإذا تتذكري أنها كانت حتى أن جابوا حاكم عسكري ثم بعد ذلك جابوا بريمر حاكم مدني فكان مجلس الحكم ففرضت الحكومة وفرضت رئاسة الوزراء وفرض رئيس الجمهورية وحتى عندما أصبحت المجلس الوطني في الجمعية الوطنية التي كتبت الدستور كانت أيضا لأمريكا دور في هذا الأمر ثم بعد ذلك بدأت تتغير الأمور فكان الأمريكي هو صانع الرئاسة والإيراني ومحور المقاومة كان ينصح ويشجع القوى العراقية على العمل على إخراج وتقليل الخسائر في هذا الأمر إلى أن وصل المشهد في 2010 انقلبت الصورة فكان المحور الإيراني ومن يساعد العراق وحتى سوريا كانت لها دور مهم في هذا الأمر في تسمية رئيس الحكومة والأمريكي يقبل اليوم هذه مقدمة الأولى المقدمة الثانية أنا في رأيي في ظل الظروف السياسية والصراع الذي تعيشه المنطقة العراق جزء أساسي ومحور أساسي في هذه الساحة التي يتواجه فيها الأمريكي والإيراني وبالتالي أنا أعتقد أننا ذاهبون إلى كسر عظم في الساحة العراقية على مستوى رئاسة الوزراء لا أريد أن أقلل من شأن رئاسة مجلس النواب ولا رئاسة الجمهورية وبالمناسبة الآن سأرجع لك إلى الوضع الكردي ولكن رئاسة الحكومة هي الأساس فإذا كانت أمريكا تريد فعلا أن تصفر النفط الإيراني وأن تعاقب إيران وأنا أعتقد الرسالة التي بعثتها أمريكا اليوم واضحة في ضرب الاستعراض العسكري في مدينة الأهواز وأنا شايف أن التصعيم أنت تعتبرها أو تعتقد بأنها رسالة أمريكية رسالة أمريكية والتنفيذ من قبل الأدوات الأدوات لا يهمني من نفذ ولكن من وراء ومن خطط أساس سعودي موال يمكن ولكن أنا أعتقد هذا رد واضح على ما حدث في ضرب القنصلية في البصرة أو ضرب السفارة الأمريكية في بغداد وبالتالي أنا شايف أن الأمور متجهة نحو التصعيد إذا متجهة نحو التصعيد إذن المعادلة التي كنا نعيشها قبل العام 2014 لم تعد هي الأساس في تسمية شوفوا فيه ثلاث دوائر ثلاث دوائر تصنع رئاسة الحكومة في العراق الدائرة الأولى هي الدائرة الشيعية والتوافق الداخلي العربي والكردي على رئيس الحكومة الدائرة الثانية هي الدائرة الدولية والفاعلين فيها هم أمريكا وإيران وهناك دائرة أيضا مهمة في نفس المستوى اسمها دائرة النجف طيب ولكن دكتور اسمح لي أن نعود إلى النقطة التي ذكرتها ربما سعود بكل تأكيد نحن لا نفصل ملف رئاسة الجمهورية عن ملف لكن فقط لتقسيم المحاور في داخل الحلقة بدأنا بهذا الملف على اعتبار بأن يوم غد سيكون اليوم الأخير لتقديم أوراق الترشح ولكن بالنقطة التي ذكرتها هناك تحليلات تذهب إلى ما هو عكس ذلك بأن هناك بعض التوافقات الأمريكية الإيرانية الموجودة في العراق كتسمية برهم صالح على سبيل المثال أيضا يبدو بأن هناك محاولة للدفع بمرشح مقبول لرئاسة الوزراء بين الطرفين وبالتالي لا يوجد صراع هذه قراءة مختلفة عما تقدمها إذا قلت أنا إذا على الرأي اللي حضرتك تفضلت فيه في المقدمة أن إيران ربحت في تسمية محمد الحلبوسي السيد رئيس مجلس النواب فأمريكا ربحت أو ستربح إذا ما سمي السيد برهم صالح لأن برهم صالح كان عليه فيتو من السيدة هيرو زوجة جلال طالباني المرحوم الرئيس صحيح وعندما دخل المبعوث الأمريكي في خلال نصف ساعة زال هذا الفيتو وعادت جماعة الأستاذ برهم إلى حزب الاتحاد الفيتو الآن موضوع من قبل هذا يعني بأنه لا يوجد إشكالية مع الإيرانيين بترشحه على اعتبار بأن حزب الاتحاد غير معادل إيران بل يعد صديق هكذا بالتصنيف يعني أنا ما أذهب إلى تحليل أمر بهذا الاتجاه أذهب إلى أن الرئاسة ليست هي المهمة في القرار العراقي الرئاسة الحكومة هي المهمة وبالتالي إذن في رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية الكباش معقول لكن الذهاب إلى رئاسة الحكومة عندنا ثلاث خيارات إما تسويع وقلنا من هي العوامل التي تفعل بهذه التسويع وإما أن تبقى الأمور كما هي ونذهب إلى التصعيد والفوضى وهذا المشروع ظهرت بوادره في البصرة وكان مع الأسف الشديد رئيس الوزراء الحالي طرفا فيه والذي لم يبقى له من حظوظ أنا في تقديري في رئاسة الوزراء وإما أن ينجح أحدهما في تسمية شخص هو يمثل حتى لا نقفز على المحاور أريد أن أعود إلى الموضوع الكردي بالتأكيد رئاسة الوزراء موضوع مهم وسنفرد له وقت كبير من هذه الحلقة لمناقشته ولكن طالما بدأنا الحلقة بالموضوع الكردي سمح لنا أن نستعرض ما قالته صحيفة القدس العربي بهذا الشأن صحيفة القدس العربي تحدثت عن صراع كردي من أجل الحصول على منصب رئيس الجمهورية نتابع القدس العربي الصراع الكردي على منصب رئيس العراق يتواصل والبرلمان يتلقى طلبات الترشح لم يفسح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني عن مرشحه لتولي منصب رئيس الجمهورية العراقية متعهدا بكشف ذلك خلال اليومين المقبلين فيما قالت مصادر سياسية إن ضغطا أمريكيا يمارس على برزاني للإبقاء على برهم صالح مرشحا وحيدا للحزبين الكرديين الرئيسيين للمنصب النائب السابق عن محافظة نينوا عبد الرحمن اللويزي قال للقدس العربي إن أمريكا خسرت جولة اختيار رئيس البرلمان وحاولت تدارك الأمر من خلال دعم ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية لكون صالح كان ممثل الحكومة في الولايات المتحدة ويعد شخصا قريبا ومفضلا لدى الولايات المتحدة وأكد أن واشنطن اشترطت قبل ترشيح صالح لمنصب رئيس الجمهورية عودته إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي انشق عنه في وقت سابق في السابع عشر من أيلول سبتمبر عام 2017 موضحا أن عودة صالح إلى الاتحاد الوطني ستضمن قربه من إيران أيضا لكون الاتحاد الوطني الكردستاني تربطه علاقات تاريخية مع إيران القيادي في الحزب الديمقراطي وعضو الوفد المفاوض للحزب إشوان محمد طاها قال للقدس العربي حتى الآن لم يتم الاتفاق على مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية متعهدا بإعلانه قريبا وعلمت القدس العربي من مصدر مطلع أن سروى عبد الواحد تعتزم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أيضا وطبقا للمصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته فإن عبد الواحد ستقدم ترشيحها للمنصب كمستقلة وأنها ستتقدم بذلك رسميا يوم الأحد المقبل دكتور أسمع منك تعليقا على ما ذكر في صحيفة القدس العربي هذا أولا ما هي حسابات برزاني فيما يتعلق برئاسة الجمهورية لماذا يرفض بهرام صالح لأي اعتبارات؟ تحسين الشروط والأثمان الشروط على أي سعيد دكتور؟ شروط في الحكومة الاتحادية وفي الوضع الكردستاني الداخلي وأنت تعرف أن المعادلة الذي ذهب إلى السيد الويزي أعتقد كان تحليل جيد عندما قاله للقدس العربي أن أستاذ برهم بغض النظر عن ممثل الحكومة ليس عيبا ممثل الحكومة أن يكون في الوضع ممثل حكومة كردستان دكتور صحيح؟ نعم ولكن أستاذ برهم كان نائب رئيس الوزراء في فترة من الفترات وهو من القياديين المهمين في الحزب الاتحاد ونعرفه شخصيا وهو رجل من الرجال البشمرقة القدامى ومقربين إلى أمام جلال المعادلة هي التالية أن لنا حكوم كردستان يعني الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود البرزاني ولكم ما يطلع للأكراد أو حصة الكرد في بغداد وطبعا نوعا شوية شروط اللي هي في الوزارات ولذلك شفتي بفترة طويلة وزير الخارجية الأستاذ هوشيار زيباري هو من يمثل هو ونائب رئيس الجمهورية هم من يمثلوا حصة الديمقراطي الكردستاني إذن نائب رئيس الجمهورية مع وزير لوزارة السيادية هذا هو الثمن يريدوا يبقوا أن يحفظوا عليه والآن ممكن يضيفوا عليه شيء جديد لا يستطيع مسعود البرزاني أن يقول للأمريكي لا وبالتالي أنا أعتقد برهم صالح سيكون رئيس هذا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إذن أنت ترى بأن حضوضه ما زالت كمانية نعم لأن التسمية ليست فقط من قبل الأمريكي ومن قبل الأكراد وإنما العامل الشيعي والعامل السني في قبول المرشح في قبول المرشح الكردي هي مسألة أساسية وبالتالي من وين يجيب الرئيس الجمهورية الأصوات الثلاثين لأن تعرف أن انتخاب رئيس الجمهورية ليس بالنصف زائد واحد في البرلمان العراقي ثم يتوقف أيضا أن رئيس الجمهورية يجب أن هو من يسمي رئيس الوزراء من الكتلة التي ستتشكل أكبر وبالتالي هذه السلة المتبادلة في المناصب أنا أعتقد الدور الشيعي والدور السني أساسي في صنع رئيس الجمهورية وهناك ميل كبير من قبل القيادات الشيعية ومن قبل القيادات السنية على تسمية برهم لمعرفتهم به ولقربهم منه إذا ما أردنا أن نفهم أكثر لأن تتحدث عن تحسين الشروط لنا كردستان ولكم ما تحصلون عليهم من الحكومة العراقية في ظل ربما الصراع السياسي بين أربيل والسليمانية على رئاسة الجمهورية هل يمكن أن نفهمه بمعزل عن ما يحدث على صعيد الانتخابات النيابية في داخل كردستان؟ لا هو مرتبط بهذا الأمر لأنه في مسألتين أساسيتين المسألة الأولى هي انتهاء ولاية السيد مسعود البرزاني لرئاسة قليم كردستان وبالتالي قد يكون أحد الشروط التي يمكن أن تفرض على حزب الاتحاد هي مسألة تسمية من سيكون رئيس كردستان أو قليم كردستان للمرحلة القادمة واللي يفضل استاذ مسعود أو الحزب الديمقراطي أن يكون من العائلة يعني إما هو نجير فان أو نجل استاذ مسعود استاذ مسرور وبالتالي هذا أحد الشروط المهمة والقضية الثانية هي ترتيب البيت الكردي في داخل بغداد أو في داخل الحكومة الاتحادية بعد الأزمة التي خلقت أو صنعت في العام الماضي كما تتذكرين أزمة الانفصال انفصال أقليم كردستان واللي قادها السيد مسعود البرزاني فلا يمكن أن أتصور أنا أن تقبل القوى السنية والقوى الشيعية مرشحا من قبل الحزب الديمقراطي وهم من سعوا في مرحلة ما إلى الانفصال عن الدولة العراقية يعني حتى أختم هذا المحور إذا أفهم منك بأن السيناريو المطروح الآن هو وصول برهم صالح أم هناك أيضا ربما سيناريوهات محتملة حتى السيناريو المحتملة هذا على فرض على فرض أننا سنذهب وأنا أعتقد مسألة رئاسة الجمهورية ممكن أن تحصل كمحطة لكن أنا أشك في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تعيشها المنطقة أسأنا أحط هذا الاحتمال الأقوى هو الذي أعطيه نسبة عالية أن تتشكل حكومة في العراق في القريب العاجل إلا بعد أن تنكشف الأمور بعد 6 نوفمبر في الصراع الأمريكي يعني الخيارات السياسية اليوم هي ليست خيارات خدمات وإصلاح وإن كانت المسائل الخدمات ومسائل محاربة الفساد من الأولى الأولويات التي يجب على أي حكومة أن تقوم بها لكن اليوم هو صراع محاور والانتماء إلى محاور ومن هنا العراق أين سيكون في أي محور سيكون العبادة وجماعتها يردو يكون بالمحور الأمريكي أحجيها على راس السطح طيب هناك الحشد وهناك دولة القانون وهناك قوة مقاومة تريده أقلها أن لا يكون في المشروع الأمريكي وإنما ينظر إلى مصالح العراق ضمن مصالح المنطقة والإقليم ومن هنا أنا ما أقدر أتصور أن رئيس حكومة يأتي في المرحلة القادمة ما متفهم إلى هذه المعادلة إلا أن يكون رئيس حكومة تسوية ورضى من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني فدكتور عادل عبد المهدي أنا أعتقد اسم جيد ومرشح هذا ما سنتوقف عنده دكتور أن يمسك العصى من المقرح هذا تحديدا ما سنتوقف عنده ولك اسمح لي أن نذهب إلى فاصل سريع نعود بعدها لمتابعة النقاش في حوار الساعة مشاهدين فاصل سريع أبقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من حلقة حوار الساعة نبدأ بما ذكرته صحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت مقالا تحت عنوان تراجع حضوض عبد المهدي نحو رئيس من الصف الثاني نتابع الأخبار اللبنانية تراجع حضوض عبد المهدي نحو رئيس من الصف الثاني بعدما بدى لفترة وجيزة أن نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي قطع أشواط متقدمة في الضفر بمنصب رئاسة الوزراء تراجعت أكثر فأكثر حضوض الرجل في ظل تجديد القوى السياسية والأسيام منها سائرون والفتح على حصر النقاش في المعايير وتفضيلها النأي عن طرح الأسماء في هذا الإطار أكدت مصادر سياسية للصحيفة أن رحى النقاشات تدور حول تحديد معايير الرئيس ومواصفاته وفق منظور المرجعية الدينية العليا آية الله علي السستاني وإذ رجحت أن لا ينال عبد المهدي رأسة الوزراء استبعدت أيضا احتفاظ حزب الدعوة بالحكم وإن كانت قد وصفته بالخيار الممكن لكنه صعب إذا ذلك ترى مصادر أخرى أن ما يجري حاليا هو شراء للوقت وحرق للأسماء متوقعة أن تقود نقاشاته نحو خيار من الصف الثاني يحظى بإجماع سياسيا وينال مباركة المرجعية بعد أن يكون قد حاز معاييرها وضوابطها هنا يبدو أن عبد المهدي ومستشار الأمن الوطني سابقا فالح الفياض وقع ضحية الطرح المبكر للأسماء وعليه بات الأبعد عن المنصب ولسيما في ظل توقعات بأن تشكيل الحكومة المقبلة سيعود إلى مبدأ المحاصصة بين مختلف القوى السياسية مع بقاء ضرورة التفاهم والتوافق أساسا فيما يدور من مفاوضات نسمح لنا أن نرحب بضيوفنا مجددا نرحب بك مجددا دكتور حسن سلمان وانتعلمي وسياسي عراقي ينضم إلينا من العراق الأستاذ يوسف الكلابي وهو عضو اتلاف النصر في البرلمان العراقي أهلا بك أستاذ يوسف ربما تناقشنا وتحدثنا في المحور الأول من الحلقة بشأن اختيار رئيس الجمهورية ولكن أصبح من المهم أن نتحدث الآن عن ما هو يعاد عصب في الحياة السياسية في العراق وهو منصب رئيس الوزراء في اتلاف النصر ما هي الحسابات؟ هل بالإمكان تشكيل الكتلة الأكبر مع اتلاف دولة القانون كما تجري الدعوة مع أيضا اتلاف الفتح؟ أم هذا حتى الآن غير مطروح؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك سيدك الكريم تحياتي لضيفك الكريم ولمشاهدين قائمة الميادين النصر إن شاء الله يوم غاد سيعقد اجتماع مهم وستراتيجي نعتقد أنه سيكون فيه قرارات حاسمة بشأن الرؤى النهائية قبل جلسة يوم 25 باعتبار أن قانونا قد قدمت كل من كتلتي الإصلاح والبناء وكتلة البناء قائمتيهما باعتبار أنهما الكتلة الأكثر عددة إذا لم يحسم هذا الموضوع بتوافق ما بين الكتلتين قبل يوم 25 فأن الكتلتين ستذهبان إلى طرح الموضوع عن طريق رئاسة مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية لحسم هذا الموضوع باعتبار أنه هناك جدلية قانونية بشأن هذا الموضوع ستحسم عن طريق المحكمة الاتحادية أما غير هذا في حال حدوث توافق ما بين كتلتي الإصلاح والبناء فإننا سنذهب إلى توافق يفضي إلى تكليف مرشحهما باعتبارهما يندمجان كتلة أكبر واحدة ليكون رئيس الوزراء الذي لم يسمى لحد هذه الأم ما هي خياراتكم أستاذ يوسف؟ على صعيد رئاسة الوزراء النصر ما زالت لديها مرشحها الوحيد وسيد حيدر العبادي لحد هذه اللحظة لا توجد أسماء أخرى؟ لحد هذه اللحظة لا بالتأكيد هناك أسماء أخرى لكن حقيقة يتحفظ النصر عليها من أجل أن ينضج المشروع بشكل دقيق قبل أن تطرح قبل يوم 25 أنا أستفد قبل قليل أنه يوم غاد سيكون اجتماع ستراتيجي ومهم لقيادات النصر هناك اليوم اجتماع إن شاء الله سيعقد لقيادات الإصلاح اجتماع مهم أيضا لكل قيادات الإصلاح اتلافات المنظوية تحت كتلة الإصلاح والإعمار لاتخاذ قرارات مهمة في هذا الموضوع طيب أستاذ يوسف لماذا الإصرار على حيدر العبادي كمرشح لكم في الوقت الذي يقال فيه بأنه لا يوجد أطراف تقبل بالعبادي لولاية ثانية دوليا لا يوجد غطاء محليا يوجد خلاف كبير أولا دوليا لا يوجد خلاف على سيد حيدر العبادي لحد هذه اللحظة الرجل ما زال يتمتع بمقبولية كبيرة من أغلب الدول وبصراحة نحن في اتلاف النصر لا ننظر إلى هذا الموضوع بالأهمية الأولى وإنما الأهمية هي مدى التوافقات التي تحصل في داخل الاتلافات العراقية لحد هذه اللحظة كل الأسماء التي تطرح هي أسماء لا ترتقي إلى أن تحصل على إجماع سياسي لحد هذه اللحظة لذلك نحن نعتقد أن المرشح العبادي ما زال لديه الكثير من الحضوض لتولي رئاسة وزراء لدورة أكثر أسمع منك تعليق دكتور حسن على حضوض سيد العبادي هذا بالدرجة الأولى هل ما زال بالإمكان تشكيل الكتلة الأكبر لاختيار رئاسة الوزراء في ظل هذه التشضيات دكتور يعني بناء على أول شيء رحب الأستاذ النائب يوسف الكير أستاذ يوسف مع احترامي إلى ما تفضل فيه من رأي وهو رأي لهم باعتبارهم هما من هذه الكتلة وقال دوليا لا يوجد خلاف على السيد العبادي أنا أقول له إيه صحيح بس هذه الدوليا هي أمريكا والسعودية والمحور الذي ينتمون إليه وهذا كبشر به المبعوث الأمريكي لكن هذه صارت ورانا انتهت الكتلة الأكبر عددا سوى كانت البناء أو سوى كانت الإصلاح والإعمار أنا في رأيي ما إلى قيمة بكل صراحة هذا العدد عشناها وأنا كنت جزء من هذه المعمعة والمعركة من العام 2003 إذا لم يظهر التوافق أو التسوية السياسية الإقليمية والدولية على رئيس الحكومة لا يمكن للعدد أن يعمل العدد هو فقط للإخراج الدستوري الآن في هذه الظروف التي نعيشها ما في العدد ليس هو الحاكم أيضا المسألة الثانية أيضا نضيف لها وأعتقد غفلها حزب الدعوة نفسه وقيادات حزب الدعوة والرسالة الشهيرة التي بعثت من الشيخ الزهيري ومن سيد طارق نجم وابو جعفر الركابي أيضا أشارت إلى أن الحزب نفسه لا يتبنى لا يتبنى العبادي لرئاسة الحكومة لأن السيد العبادي لما إجه باسم دولة القانون وكلكم تتذكرون كان عند أبعد المالكي وكان قرارا داعشيا أمريكيا في ذلك الوقت وهذه للتاريخ واحد يقولها بغض النظر أن يحب المالكي أو ما يحب واجئ بالسيد العبادي لرئاسة الحكومة وبالتالي أنا أعتقد لا هذا الأمر منتهي موافقة داخلية لا يملك موافقة حزبية لا يملك موافقة المحور المقاومة لا يملك وبالتالي يحلم فيها العبادي أسمع منك تعليقا أستاذ يوسف سيد حسن سلمان تحياتي إلك حقيقة هذه المحاورة بهذه الطريقة التي يراد بها إسقاط العبادي أو مرشح النصر لحد هذه اللحظة سيد العبادي حقيقة نضع عليها كثير من علامات الاستفهام لسبب واحد أولا أن الرجل العبادي عندما أسس اتلاف النصر أسس اتلافا وطنيا عابرا للطائفية آمنا بهذا المشروع وتقدمنا إليه وكنا جزء منه وما زلنا نؤمن بهذا المشروع عندما تحاول أو يحاول حضرتك أو آخرين أن يسوق أن النصر أو العبادي هو مرشح أمريكا ومرشح المحور الأمريكي فللأسف هذا موضوع حقيقة يشعرنا بالمهانة يشعرنا بموضوع يعني لا يرتقي إلى مستوى جنابك أو مستوى الخطاب لأنه إحنا ليش؟ يعني أنت لما تقول محور المقاومة المحترم الذي أعتقد أنه المتكلم إذا تبحث عن تاريخه هو جزء من هذا المحور أنا اللي أكلمك أنا قائد في الحجد الشعبي رشحت في تلاف النصر كمستقل لكن بالتأكيد عندما أريد أن أشكل حكومة أبحث عن حكومة وطنية يعني لديها على الأقل رؤية وطنية بأيدي تصافح الجميع على أن تكون المصدحة الوطنية العراقية التي تحترم الجميع هي الغالبة أما أن نحول الموضوع العراقي إلى يعني شاء أم أبا السياسيين أو الإتلافات أن نزج بالإتلافات جبيعا في سياسة المحاور هذا ما نحاول جهد الإمكان أن نبعد العراق لأن الشعب العراقي سيدي أستاذ حسن الشعب العراقي اليوم وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتحمل سياسة المحاور ونتائج سياسة المحاور قدمنا الكثير قدمنا شهداء قدمنا خراب قدمنا انهيار بالاقتصاد ولكن اسمح ليستاذ يوسف هل يستطيع العراق وما زال هناك يعني أن تركب المعادلة السياسية دون توافقات دولية وأقليمية في العراق هذا ما نحاول حقيقة نحن نحاول أن نستنسخ التجربة العمانية مثل التجربة العمانية مثل التجربة السويسرية العراق الآن ليس لديه مقومات أن يدخل في صراعات محاور وصراعات أقليمية نحن نريد أن نكون مصدر اطمئنان ورسالة أمان واطمئنان لكل الدول المحيطة بنا سواء كانت الجمهورية الإسلامية أو شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا على أن يكون حفظ العراق وحفظ الشعب العراقي هو الأساس بالموضوع أما أن نذهب إلى سياسة المحاور التي من الممكن أن تؤدي سلبا بالشعب العراقي إلى وضع لا يحمد عقباه هذا ما نحن نخشاه أما أن تجي تقول إذا أنت مياي أنت أمريكي وأنت سعودي وأنت كذا هذا خلال كلام حقيقة يستهجن يستهجن من السيد الضيف ويستهجن من غيره ولكن للأمانة أستاذ يوسف لأنني أطلع يهودي وأطلع مخوش أربي ربما لم تكن معنا في بداية الحلقة فقط للأمانة كنا نتحدث قبل قليل عن توصيف المشهد العراقي بأن هناك تجاذبات سياسية تلعب دور فيها الداخل وأيضا هناك تجاذبات إقليمية تلعب دور فيها الخارج في اختيار هذه المناصب الثلاث لم يكن هناك توصيف فقط بأن هناك سياسة محاور وإنما هذا ما ذكره دكتور حسن قبل قليل سعودي كائنا من يكون بالملف العراقي أنا أتكلم كأتلاف النصر إذا كان هناك محاورات مع السيد العبادي كرئيس وزراء كرئيس مجلس وزراء هناك علاقات إقليمية من خلال مجلس الوزراء وسياسة التوازن التي كانت أثناء الحرب على داعش فكأتلاف نصر وطني هذا الموضوع لا نسمح به أن يتجاوز خطوط الاحترام المتبادل أما إذا تجاوز فلدينا في الاجتماعات الخاصة لقيادة النصر هذا الموضوع مرفوض ولن نسمح به وقد يكون لدينا رأي وقرار حاسم في هذا الموضوع حتى مع قيادات النصر في داخل النصر أما أن تجي جنابكم الكريم أن تجعل النصر ومرشحها بالكامل هم مع المحور الأمريكي أو مع المحور السعودي بهذه الطريقة التبعية نحن نرفض ونرفض رفضا تمنى أن يكون النصر أن يصب بهذه الطريقة طيب دكتور حسن حتى لا تجاوز هذا لا أنا لا أريد أن أدخل في سجال أولا أنا لم أتكلم عن تحالف النصر وإنما تكلمت عن شخص رئيس الوزراء والفريق العامل معه وبالمناسبة الفريق العامل معه الموجود الآن ثلاثة أرباعة ما إلى علاقة بالنصر وإنما إلى علاقة بالسفارة الأمريكية وبالسفارة البريطانية هذه مسألة أولى المسألة الثانية أستاذ يوسف لا واحد يغطي الشمس بغربال ولا واحد يخبي نفسه خلفه أصبعه أمريكا أخذت قرار عقوبات ضد إيران وليس قرارا دوليا وليس قرارا من الأمم المتحدة أن يأتي العراق بشخص رئيس الحكومة ويلتزم بهذه العقوبات هذا يعني أنه مع المشروع الأمريكي هذا يعني أنه قدم أوراق اعتماده للجانب الأمريكي هذه نقطة النقطة الثانية أحداث البصرة كشفت بشكل لا يقبل الجدال ولا يقبل النقاش أن هناك تنسيق بين الحكومة العراقية وبين السفارة الأمريكية والبريطانية وكانت ممكن تأخذ العراق في ستين داهية هذه تعليقين بسيطين وإنما إذا أريد أن أعدد لك القواعد الأمريكية الموجودة والتي كان يغطي عليها العبادي طول فترة أربع سنوات بح صوتنا كما تقول المرجعية من أن نذكر القواعد الأمريكية والتدخل الأمريكي في الشأن العراقي وهو يظل يقول لنا مستشارين وذولا خبراء وما شابه ذلك تالي يطلع ما يطلع أكثر من عشرة قواعد أمريكية بكامل عتادها وسلاحها وأنهم من المقاتلين وتقول لي لي ليس مع المشروع والمحور الأمريكي أنا اللي هنا يكفي وإلا إذا ردت أكمل لك لأصلي فيك الصبح طيب يعني دكتور حتى نتجاوز هذا الجدال أنه لدينا محاور متعددة هل ما زالت حضوض عادل عبد المهدي قائمة؟ لا أخت الكريمة ذات سمحي لي هذا موضوع ذات سمحي لي سيدتي سيدتي سريعا لو سمحت استاذ يوسف تفضل أولا سريعا جدا سريعا جدا سريعا جدا لما نتكون جنابك وأني أيضا محللين أو نواب أو بعيدين عن الرؤية الشعبية ومسؤولية شعب بالكامل فبالتأكيد نتكلم برحابة صدر ونسولف براحتنا لكن لما تتكلم وأنت مسؤول عن شعب كامل كل ما يعيش الشعب العراقي هو عائدات النفط وعائدات النفط كلها بالدولار وعندما تهدد الولايات المتحدة الأمريكية العراق بالعلن وتقول أن بكل بساطة تستطيع أن تمنع الدولار عن الشعب العراقي أو تمنع العراق من أن يتعامل بالدولار وينهار العراق هذا موضوع يحتاج إلى أن نفكر بألف طريقة أولا الرئيس الوزراء لم يقل نحن ملتزمون بالعقوبات الأمريكية قال فيما يتعلق بالدولار فقط والدولار وتعرف جنابك ويعرف المستمع الكريم والمشاهد أن الدولار حالة حال السيارة بهذا الرقم السيري النبر يعرفون أن هذه الدولار ذهبت إلى العراق ولا نستطيع أن نتعامل بالدولار أما باقي الأمور كل الفعاليات الأخرى التجارة إلى آخره أصر الدكتور العبادي وعبر مفاوضات كبيرة مع الجانب الأمريكي أنه لا يدخلها في هذا الموضوع لأنه لدينا علاقات تجارية ولدينا علاقات أخوية ولدينا زيارات متبادلة ولدينا شعب متبادل هذا الموضوع لا يستطيع وأستطاع بأن لا نتعامل فقط موضوع الدولار اللي غصباً بصراحة أحتي لك سادة غصباً علينا يجب أن نتحمل هذا الموضوع لأنه بالمقابل نحن لا نملك إلا النفط وعائداته بالدولار اللي تتحول إلى رواتب وأنت تعرف الشعب العراقي هو عايش على الرواتب ما عندنا أي مقومات دولة ما عدا الرواتب والنفط هذا فيما يتعلق بالموضوع أما فيما يتعلق بموضوع يعني وصلت الفكرة حتى فقط نتجاوز الموضوع ولا نطيل في هذا الجدال أعود لمسألة ترشح عادل عبد المهدي هل ما زالت حضوده قائمة أم تراجعت هذه الحضود يعني هناك ثلاثة أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة كأسماء تسوية هذا في تقديري الشخصي دكتور عادل عبد المهدي الأستاذ طارق نجم الأستاذ فالح الفياض هذه أسماء تسوية يمكن للإيراني ولمحور المقاومة في حدود معرفته أن يقبلوها إذا استطاع الأمريكي أن يتجاوب معها وهذا إلى علاقة أيضا بالوضع الداخلي الذي يمكن أن يتفق عليه في مسألة تعرفة رئاسة الوزراء كانت من فترة العام 2003-2004 عفوا إلى يومنا هذا هي من حصة حزب الدعوة بكل صراحة نقولها وبالتالي إخراج وإبعاد حزب الدعوة والذي شارك فيه الإعبادي أيضا ساهم أنا في تقديري أن الإعبادي ومكتد الصدر هم من يريدون إبعاد حزب الدعوة عن رئاسة الوزراء هل يعود للمشهد؟ هل في إمكانية لعودة حزب الدعوة في ظل هذا المقسام؟ أنا أعتقد هناك احتمالات ضعيفة لأن يكون رئيس الحكومة من الحزب ولكن سيكون للحزب أيضا رأي في تشكيل الحكومة وبرنامج الحكومة والحصة التي يمكن طبعا مع جانب الكردي وجانب السني أيضا في مشكل وبالتالي هذه أسماء تسوية أما أنا أيضا إذا سألتيني أن يأتي اسم من الصف الثاني وهذا ما يرغب فيه الكثيرون من تعني بالكثيرون؟ يعني من من يريد عدم الاستقرار في العراق وبالتالي إحنا رايحين إلى مرحلة قلقة جدا الحكومة تشكيلها سهل أن يسمى فلان يسمى يوسف أو فلان أو عادل أو فلان وتشكل الوزارة لكن ثاني يوم تطلع مشاكل تطلع مشاكل مقتدى وتطلع مشاكل البناء وتطلع مشاكل الدعوة وتطلع مشاكل الكرد وبالتالي إذا التوافق إما أن يكون توافق وتسوية بين المحورين وأنا أقولها بكل صراحة ورضا الطرف النجفي أيضا أيضا هذا مهم فيصوت من يصوت ولذلك كلهم تشوفيهم بكل صراحة من نتشبيرهم من نصغيرهم يقول لك وفق شروط المرجعية وفق شروط المرجعية وفق شروط المرجعية يعني ما إنا رأي ولذلك إذا إجت موافقة النجف على التسوية الأقليمية والدولية صدقني كلكم تقولون نعم وترفعوا أصابعكم يا أستاذ يوسف وإذا ما إجت إذا ما إجت وهذا الأقوى أنا في تقديري الأمريكي يريد من العراق أن يكون سكين خاصة لإيران إذا ما قلنا أن 2 نوفمبر هي الحزمة الثانية للعقوبات وأراد ترامب الأحمق أن يطبق صفر نفط لإيران العراق أحد المنافذ والمتنفسات الأساسية لجمهورية الإسلامية وبالتالي رئيس حكومة يتفهم الوضع الإيراني وما تتعرض له إيران هذا غير مقبول بالمنطق الأمريكي أستاذ يوسف ما يقوله ربما دكتور حسن منطقي يعني هناك ما يتهدد الأمن القوم الإيراني يعني إيران تتعرض لضغوط كبيرة ليس إيران وإنما المحور بمجمله صحيح ولكن أتحدث عن إيران تحديدا وبالتالي لابد أن يأتي رئيس وزراء قادر على التوافق لن يقال بأنه رئيس وزراء محسوب على المحور الإيراني ولكنه مقبول هذا أولا الأمر الآخر أريد أن أسمع منك تعليقا على ما يحكى عنه من صفقة بين سائرون والفتح للتوافق على اسم لرئيس الوزراء هل يمكن أن تتغير المعطيات لديكم أن تذهبون لتحالفات جديدة نعم سيدة الكريمة اسمعيها مني ومن خلالكم إلى العالم وإلى الجمهورية الإسلامية أولا في العراق شعب لا يقبل أن يكون إلا وفيا لمن قدم له المساعدة وقدم له يد العون عندما تخلى العالم بالأجمع عن الشعب العراقي كانت الجمهورية الإسلامية وبكل ما تمتلك من خبرات وكل ما تمتلك من سلاح كانت بيد الحكومة العراقية وبيد الشعب العراقي لمحاربة داعش ومن أرسل داعش ووقفت معنا بكل ما أوتيت من قوة متحملة كل النتائج العالمية والداخلية على الشعب الإيران لذلك نحن نقول اليوم أنا أتكلم كنائب عن شعب وأقولها وبكل صراحة أن الشعب العراقي كائنا من يكون من سيتصدى لرئاسة الوزراء الشعب العراقي وفيا لمن كان وفيا معنا سيكون الشعب العراقي مع الشعب الإيراني في محنته لن نتخلى عنه سنتقاسم الخبزة مع الشعب الإيراني إذا ما وصل إلى هذه المرحلة ولتبتعد حقيقة السياسة الأمريكية أو سياسة الإخضاع التي تمارسها مع إيران فلتبعدها عن العراق العراق حقيقة لن يتخلى ما بين العراق وإيران الكثير من المشتركات التي لا يمكن لأي رئيس وزراء قادم سواء كان قريبا من المحور الأمريكي أو قريبا من المحور الإيراني أي رئيس وزراء قادم لا يمكن أن يستطيع كلام جميل وصلت الفكرة أختم معك دكتور حسن لا خلي اسمعها كلام جميل وكلام مطمن لكن هذا يمثل رأيك ولا يمثل لدي نصف دقيقة وأكسب وجودك ولا يمثل من أنت معهم مع الأسف الشديد هذا رأيك واحترم يا أستاذ يوسف طيب دكتور حسن ربما من المهم لدي فقط نصف دقيقة نفهم ما يجري في العراق في ظل المعطيات الإقليمية كيف يمكن يعني أن تأول مسارات الوضع في العراق مبهمة والعراق لدينا تركيا على الخط دكتور ربما لم تسمح تركيا وضع سوريا وضع لبنان وضع المنطقة كلها العراق جزء يريده الأمريكي أن يكون في مشروعه سمعتني نكيه المبارح في مجلس الأمن ماذا قالت؟ قالت أننا سنواجه إيران في الداخل العراقي اليوم شفنا الأحداث الأمنية التي حدثت بالأحواز المرحلة القادمة شوفوا بس هاي أختمها أنا أتمنى عليكم وسجلوها علي تسووا حلقة هل تستطيع إيران أن تغلق ماذيك هرمس؟ هذا سؤال غير بريء أطرحه في البيادين أشكرك كل الشكر دكتور حسن سلمان وأنت أعلامي وسياسي عراقي على تواجدك معنا في الستيديو لهذا اليوم أشكر موصولك أستاذ يوسف الكلابي وأنت عضو اتلاف النصر في البرلمان العراقي على تواجدك وعلى توضيحك لجملة من المواقف شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر